فيما يتعلق بالنشاط الثقافي أجرينا اثنين مهرجانات وطنية للمسرح وكانت تشارك فيها عشر أو هدعشر فرقة مسرحية مهرجان الوطني الأول في عدن وشاركت فيه كل الفرق المسرحية حتى من صنعاء ومن حضرموت من مارب من تعز كل الفرق كانت تشارك من عدن من أبيان من لاحي وأيضا المهرجان الثاني الوطني للمسرح في المكلة وكان هناك مهرجان ثالث تأخر قليلا المفروض الجرافي تعز يعني هناك نوع من النشاط المسرحية رغم سوء الظروف بعدين كان علينا أن نحدد الأولويات أنت لا تستطيع في ظرف تلك اللحظة وبإمكانيات التي بيدك وبجهازك الإداري الغير موجود تقريبا الذي أنت تعيد بناءه من الصفر لا تستطيع أن تنفذ كل المهام الملقعة على عاتق أي وزارة ليس وزارة الثقافة فقط بإمكانيات ليست موجودة فبالتالي كان علينا أن نختار الأولويات التي أمامنا تحسين اشتركوا في القناة